مركز الإسعاف الوطني مرضى لأساليب الرعاية أثناء نقل المرضى ويأتي مشروع الإسعاف الوطني ليعكس مستويات التطوير التي تحققها مختلف قطاعات الخدمات في المملكة ويأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين بعد أن تم التأكد من مستويات الجاهزية والاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن بجودة خدمة الإسعاف حيث يقوم مركز الإسعاف الوطني بالاستجابة لجميع البلاغات التي تتطلب تدخل الطاقم الطبي للتعامل مع الحالة ونقلها إلى المستشفى تم تجهيز عدد 12 مركز إسعاف موزعة على جميع محافظات المملكة تابعة لإدارة عمليات مركز الإسعاف الوطني بهدف سرعة الاستجابة والارتقاء بخدمات الإسعاف في مملكة البحرين يعتبر النهج التدريبي الصادر من قبل سيدي سعادة رئيس الأمن العام هو المرجعية الأساسية حيث يتم الرجوع إليه والأخذ بالمبادئ والأسس المعتمدة وفي إطار سرعة الاستجابة للحالات الطارئة تقوم غرفة العمليات بمركز الإسعاف الوطني بدورها الأمني والمجتمعي في تلقي كافة أنواع بلغات حالة الطوارئ الطبية عبر الخط الساخن 999 لطلب الإسعاف الوطني تم تجهيز مركبة الإسعاف الوطني بأحدث المعدات وهي تنقسم لعدة مجموعات المجموعة الأولى هي مجموعة الفحص العلامات الحيوية وتتضمن السماعة الطبية وفحص السكر وفحص الضغط وحرارة أما المجموعة الثانية هي مجموعة الإصابات التي تضمن للواحة الخشبية وتثبيت الرغبة ومعدات النقل التي هي السرير الطبي والكرسي المتحرك وكذلك يوجد أجهزة التنفس بأنواعها وجهاز نعاش القلب الرأوي وأخيرا معدات الوقاية الشخصية التي هي المسعف مساعد المسعف هذا ويحرص مركز الإسعاف الوطني على مواكبة التقدم العالمي في مجال الإسعاف والسلامة وطب الطوارئ حيث يمتلك مركز الإسعاف الوطني الكوادر المؤهلة لتقديم خدمات الإنقاذ ومتابعة الحالات وفق أعلى مستويات الجودة على مدار الساعة